وفي البداية افتك فريق جمعية شلاف مساء أمس كأس الجزائر بعد تفوقه في المباراة النهائية على شباب بلوزداد بملعب ملود هدفي في وهران المباراة شهدت حضور رئيس الجمهورية عبد المجيد تابون كما تابع الناخب الوطني الجزائري جمال بالماضي اللقاء في المنصة الرئيسية للملعب هذا الفوز يزين رفوف خزانة جمعية شلاف بالتتويج الثاني لمنافسة كأس الجمهورية بعد تتويج طبعة 2005 لكن اللقطة اللافتة في المباراة كانت عند التتويج والتكريم أين رأينا لقطة عفوية من ابنة اللاعب زناس نحميدة عندما علق رئيس الجمهورية عبد المجيد تابون ميضالية الفوز على عنق والدها فما كان من الطفلة التي قبلها الرئيس إلا أن تقبل جبينه في لقطة طفولية بريئة وعفوية رسمت على الحضور والمشاهدين بسمة صادقة لنشاهد الفيديو اللقطة أصبحت رمزاً على السوشيال ميديا وتداولها عشرات الألاف وكتب كل منهم تعليقه الخاص لنقرأ بعض التعليقات البداية بنور التي قالت أنها أكثر لقطة أحبتها في التتويج ألف مبروك للشلفة ويستاهلوا بينما إسلام يقول حنا نسلم على الرصان ماشي اليدين هاجر قالت قالت أنها لطيفة وجميلة ومن المؤكد أنها كبيرة في عائلة محترمة حمزا يقول ألف مبروك للأولمبي مباراة تعرجل قدموها ونقدم لكم الآن الموضوع الثاني ترجمة نانسي قنقر